بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ دلوقتي عملية السيميوليشن فإحنا قلنا ضغطنا على التول باث ظهرت لي المينو الموجودة قدامي هنا المينو دي بيقول لي أن أنا عايز أعمل بها عملية السيميوليشن عشان أعمل عملية السيميوليشن هو مديني طرق متعددة أول حاجة بيقول لي شو سنتر لاين هنا طبعا إجيكت هخلص وهأفل اللي هي السيميوليشن منيو وبعدين بيقول لي أظهر السينتر لاينز وبعدين الـ 2D سيميوليشن ودي بتديني الـ 3D سيميوليشن ودي الـ 3D رابط كات المقصود منها أن أنا عملي سيميوليش سريع جدا بحيث أنه يوريني يفرقني على شكل المنتج أنها هيكون وبعدين دي الماشين سيميوليشن عملية السيميوليشن بوجود التول والماشين هنشوفهم شكلهم إيه هنا دي عشان أعمل ستوب هنا بعمل عملية بلاي عشان أقدر أظهر التشغيل اللي أنا هشتغل عليه وبعدين هنا بيقول لي إيه فاس فورورد سو اند ما لك دي عملية خلاص فاس فورورد يعني أنا عايز هعمل عملية بسرعة إيه وراء بعضهم وبعدين هنا هعمل ستب سنجل ستب سنجل ستب كل عملية إيه وراء دي هتوريني إيه هاجد إن أنا هنا الأر الأصفر اللي موجود عندي في الأوبريشن ليست بيتحرك معايا كل ما بخلص عملية يعني فيه راف وفينيش كل ما بخلص عملية لا إيه راف خلص الراف دي بتاعة الباسل الأولاني اللي بتاعة البوكت ينقل وهكذا إلى أن ننتهي هنا في العملية دي بيقول لي play to next operation هيخلص الأوبريشن كلها وينقل إيه على العملية التانية يعني إيه play to next operation يعني أنا بعمل بوكت هيخلصهولي البوكت بالكامل وبعدين ينقل إيه على الأوبريشن اللي بعدها بعد كده بيقول لي في clear tool path أعمل erase للتول path اللي أنت شغال عليه وهنا ممكن أعمل region of interest يعني باخد جزء معين وهو اللي أنا بعمل عليه على عملية إيه السوميوليش طيب تعالا نبدأ عملية simulation في 3D الأول عشان نشوف بس الشكل ونتفرج على الشكل هيطلع شكله إيه بأنه هبدأ 3D simulation خد بالك هنا أول ما دغطت أنا إيه 3D simulation ظهر إيه ظهر عندي اللي هو بيقول لي إيه show to load هنا هيوضح لي حاجة هيوضح لي الجزء اللي أنا بعمل لي عملية التشغيل اللي أهو نبدأ هنا لو قلت له ابدأ عملية شو تقول لوت هيوريني طول المصار زي عملية رسم القلب إن هنا الpower بتزيد الpower بتقل and so on فتعالا نقول له يلا نتوكلنا على الله ابدأ اعمل عملية 3D simulation هيظهر لي menu دلوقتي المنيو دين بيقول لي الordering الordering اللي أنت هتشتغل به أنا هتشتغل طبعا دي من الممكن أني أنت تخفيها ما تظهرش بس أنا بظهرها لي هوريك يعني أنا مثلا هعمل ايه ميلينج ordering هتجد فيها المينو دي بيقول لك automatic ordering option هنا الordering هنا دي automatic ordering option هل أنا أقدر غيرها manual نعم أقدر غيرها manual وبعدين هنا بيقول لي فيه أمر تاني ايه do finish cut last يعني ابدأ عمليات الرف وبعدين اعمل كل عمليات الفنش تعال نضغط على دي كده شفت عمل خد بالك بقى من المينو خليك على الoperation list خلي عينيك معي على الoperation list فيقول لي do finish cut last او اضغط عليه هنا عمل rough finish لو أنا ضغط دي check the box هتجد انه بدأ عمليات الرف كلها وبعدين يبدأ يعمل عملية finish في الاخر cut higher operation first يعني العمليات الكبيرة اللي هي cut higher operation first اهو كده cut higher operation او rapid distance وهكذا يبقى اذا ايه اقدر ايه ادي ليه انا بخلي المينو دي موجودة معي عشان ايه اقدر اختار من اه يعني انا اقدر اعمل manual ordering وغير في ال steps اللي موجودة قدامي اه طبعا اقدر اعمل عملية ايه ارد تعال نشوف ان شاء الله ال part بتاعنا هيطلع ازاي اطلع اهو اهو ادي ال part هنعملها slow هنا اقدر اقلل السرعة شوف انا كده اقللت ايه السرعة للسلايدر اللي نشغال عليه شوف بدأ عمل ايه هنا شوف هنا كمان tool هو ده ههو يبقى كده بدأ يعمل عملية ايه اه ادي البوكت اللي معمولة ودي الكيرف اللي انو تلك عليه اللي هو ايه وقتشوف هنا هتقدر تشوف على فكرة هو فين يعني ده ايه بوكت 2 اهو خلص بوكت 2 بدأ يعمل ايه الهولز بدأ نعمل drill اول عمل smooth drill وبعدين عمل pick drilling وبعدين بدأ يعمل ايه شوف حتى جز اسمه ايه boss اهو يبدا انت قدامك عمليات التشغيل المختلفة ودي tool بيبدأ ياخد المشوار اللي بعد كده اهو draft flat radius ياخد يبدا اذا زي ما قلتلك شوف انا انتكت البارت بالكامل وقدامي عمليات التشغيل ايه tool load موجود ودي الoperations المختلفة موجودة والdetails هنشوف ها دلوقتي بعد ما نخلص البارت اللي قدام هنشوف details بتاعت كل عملية ايه tool اللي اشتغل فيها وما هو الزمن وما هي power اللازمة لعملية التشغيل طب هو لا تيعمل لي في post ده وقت طويل هاروح هنا جاي اعمل كده بال simulation speed اسرع السلايدر اجيب على آخر slide distance دي يبقى كده هو يقدر يخلص بسرعة العملية دي لان انا شايف ان كده الوقت هضيع مني وانا شايف العملية انا عايز اعرف ايه النهاية بتاعة الشكل اللي هتكون ايه خلاص يبقى اذن كده خلص هو بيعمل فيه الفينش ما نعرف هو فين هو من هين بيعمل فيه الفينش بدأ يعمل التكست اللي هو موجود على السطح الخارجي فبيقول لي هيكتب cad كام كده كتب cad ادي التول اللي هو شغال فيه طبعا لو التول مش مناسب اللي يشتغل الاصفر ده تلاقي جنبي منه فيه وانج مثلث كده معمول فيه وانج عند على العملية او الابريشن اللي انشغال به طبعا هل انا ممكن اعمل استوب عند اي لحظة طبعا اقدر اعمل استوب اوقف عملية التشغيل او اوقف عملية السوميوليشن اللي بتتم طبعا نعمل برضو عملية السوميوليشن انشاء الله في المقطع القادم بالطرق المختلفة عشان نقدر نوضح ازاي بتتم عملية السوميوليشن اشتركوا في القناة